سلام لبنات جاسبا تكونوا غاية وزينوا نهار اليوم وصحا عيدكم برمواراني فرحانة بزف 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 بالنهار تاليوم وراء العيد و ام بلوس دوسا ما فردت شفيكم ما سمحت شفيكم ودرت لكم هذا الفيديو بس كبقى في بالي من ناقدتكم باللي رايح ندير لكم وشعراني نستعمل الحمام للحناي من جهة الماكياج و من جهة الماكياج و من جهة الميناع و شبك و احب بنا ندير لكم كيف كان الحمام تعي ابنات اول حاجة اقول انا بالنسبة للحمام الطبيعي اoney ستستعمله تقدره تقولي على حسب الحمل او لذي بها تخطراتات في السمانة سقطة في الصيف او و لكن تضربوا أم تقريبا نرمال ما ما يقلقنيش وبالنسبة للحمام طبيعي اما بالنسبة للبرودوشين اللي راني نستعملهم للحمام تاعي راني نديرها خطرة في سمانة من الجمعة لجمعة وهذا هو تقسيم تاعي للوقت متدوج طروفة في سمانة ولا كدفة اما حمامي تعملها الجمعة رح يكون سبيسيال على البرودوش اللي نشريهم من برا اما الحمام الطبيعي تجير 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 ندير فيها بطريقة ونحن نتعلم اول حاجة نبدأ بها وهي بالنسبة للشعري نبدأ اول حاجة نحط له مكونات من الزيت هاد المكونات قبل لا نستعملها نبدأ نغسل شعري بشامبو عادي الشامبو تاعك العادي انا تاعي من جوز الهند هذا ما نكدبش عليكم هو الوحيد اللي ندير فيه كونفلوس نحطه على شعري ولا حقيقة نستعمل سابون الصرف نحن نقوله سابون الحجرة ولا سابون الصرف هو سابون عادي مكونات وما تخافيش منها نحطه على شعري ونكون قلبي هاني ونستعمل به بزفزفزف مكونات باوا نبدأ نغسل شعري وبعدها نحط هاد الزيت المكونات اللي فيه شكاين عندك خطيت لو جيك الخروع وزيت زيتون ونحطيش هالخدرة اللي تقاونا في قرعة كما هكت شكاين راح تكفيه تاعا مي هذا هو الخليج ساعي بالنسبة لشعري اللي راني نديره يطول يقوي ويعطيك يعني لما عاني شعرك محكي لك تحدي الخنطين قرعة كامل اللي عندك تحدي بزيرك ميه قليلا تحدي بزيرك انا تعمل ذرتها اللي انا تعملت منها وفكريهاك شغلك ماك في مشهر شهرين نرمال عادي تكفيك باش ترجع يعني بس بانكي شعرك هايلة ومع قبل محمدان تاعي نديرها بس سوية ودفن نديرها تليل كما انا فارح وحطيته بشتباح تنفذيك الموض لما نحط راحي فارحي باطلنا بالمثبال شعر نروحه بالمثبال الجسم تاعي فرموى هاد الخلطة اللي حنكم عاكم بزيخ 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 بمثبالات بروها اللي جاء في برك ني انا نصحكم بزيخ بروها الجسم تاعتي لساعة ميشا من خاصة المناة تحديات الناس في الرقبة في الركبة في محس اليادي ساعة ميشا منها مغرف سكر مغرف سكر كما هك حبيت 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 تكون ممتلئة او لا ممتلئة على حساب الكمية اللي رح تستعملي وجه كبارك يديك او الجسم كامل كما حبيت انا عندي هذا القار الصغير حقيقة مش بالضرورة نجيب الكبير او الصفر هذا ثاني يساعدني ونعصرها هنا مع السكر مليح مليح نقطرها مليح على حساب الكمية تاعي قادرة زوج قادرة الجسم كامل تشدلي ثلاثة من الصغار او واحدة من الكبيرة على حساب وتخلطي مليح مليح مكونات مليح مليح مع بعضها وبعدها تحكمي تحطيها على الجسم كامل وتحكي تحكي بالعقل تفركي هذيك المكونات مليح تخليها قبل دقيقة ولا دقيقتين تدخل المليح في الجسم واذا حبيتي طريقة خلاف بلا ما تخلطيهم كيف كيف تبدأ تحكمي القارصة هك وتحكي بيها يديك وجهك تحكي عادي وبعدها تزيدي تجيبي السكر تاعت تديره في في ضلف هك وتحكي بيها الجسم كامل وين ما ديرتي القارص تزيدي تعاودي بالسكر وبعدها تخلي مدة خمسة دقايق وتستحمي بالماء الفاتر ماشي دافي بزاف ماشي سخون بزاف وماشي بارد يكون دافي وهكي البنات يعطيكم نتيجة فعالة اقسم بالله انا استعمل هذه الطريقة وانا اراني نحلف لكم باللي اعطتني نتيجة تحسي بالرطوبة تحسي بالله معان الجسم تاعك تخفيفة وممطومة عندها ما تكلفلك ممكن تكونوا غارسين شجرة قدام داركم ومتاع قارص والسكر بينصورة وكاين في داركم وماشاء الله طريقة هاي لها بالنسبة للقارص انا نستعمل فيه حتى الجسم حتى ال ضغطاعي السناني هاي القارص للسنان تديري بمعجون الاسنان وبعدها تحطي تحكي بالقارص السنان تاعك ونتيجة رائعة وتاني بعد الاستحمام وبعد ما نكمل سيبو نغسل شعري نغسل جسم تاعي كامل ونطلع من الحماء ونخرج من الدوش نروح للفازلين انا اكيدة باللي الفازلين بزاف بنات عندهم ويستعملوه ما يستغنوش عليه سيبو رسانا نقول لكم تديروه في وجوهكم وصيبوه في الجسم متاعكم كامل اراوا عندو نتيجة هاي بلا ما نحكي لكم عليها على بالي على بالكم باللي مرتب ريحتو منعيشة وممتوه مش غالي بززاب ديميل نغمان موديه سيبو رسانا نقول لكم استعملوا الفازلين وعندي طريق خلاف بش تديروها للشفتين تاعكم انك تجيبي مغرفة من الفازلين مع مغرفة من من القرفة ولا كينا في الدار كيما احنا بوكو بلوس نستعملوها في الماكلة نستعملوها قبل الفطور الواحد يحب يخص ولا يضعف ولا ينقص كرشو مليح القرفة تاني تنشط يعني متستغنوش عنها في داركم يعني خلاص خلاص التوجور وضعوا القرفة زيت الخروة وزيت الحشيشة الخضرة وزيت زيتون هادو مش مكلفين ويعطيك نتائج رائعة كيما قلت لك الفازلين مع القرفة مغرفة مغرفة وتخلطيهم مع بعضهم ولا نص مغرفة صغيرة تخلطيهم مع بعضهم وتحطيهم على الشوارب تخليهم على الشفتين تخليهم مدة دقيقة ولا دقيقتين ولا خمس دقائق كده ما تقلقتين ولا كنت مزروبة وبعدها تفرقي هذا المكون على الشفتين تاعك مليح مليح وتروحي تغسليهم بالماء البارد ولا الفاتر كما حبيتك كما يساعدك وراح تشوفي شفتين ممتلئتين ومشاء الله وجمل طبيعي طبيعي بلا ما تحطي الروج ولا المكياج راح تكوني ناصعاء هادو هما نصائح تاعي لكم استعملوا القارس والسكر هاد طريقة هايلا استعملوا الفازلين خلطوهم على القرفة طريقة هايلا خلطوا زيت الخروع وزيت زيتون وزيت الحشيش الخضرة واستعملوهم للشعر كي يكون راسكم دافي وتكونوا خرجتوا من الحمام خاصة في الليل وتخليهم ليلة كاملة يعني ما شاء الله يعطوكم نتيجة هائلة بالنسبة للقارس تاني والسكر كان ميزة مليحة فيهم انهم ينحيوا شعر الوجه الأقليية اللي عندها الشعر في وجهها القليل هاداك نقول لك ديري مغرفة صغيرة من مغرفة كبيرة عفوا مغرفة كبيرة من السكر مع مغرفة صغيرة من القارس مع عشرة مغارف تاع الماء وخلطيهم بيا 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 كم يلفو وحطيهم على الوجه تاعك وخليهم مدة اربعة ساعة ولا حتى عشرين دقيقة وبعدها اغسلي بالماء الدافئ وحقيقة استعملي هادا الطريقة ثلاث خطرات ولا اربعة في الخمسطاشن يوم باش ما نتحوش غالطين و باش ما يكونش الجسم الوجه تاعكم حساس وحقيقة رح تعطيك نتيجة رائعة و هاد المكونات كلها طبيعية استعملوها وسمحوا لي بزاف بزاف البنات الى راني نزرب في الهدرة بس كمانيش حابة ندير المونتع الفيديو يكون طويل بزاف وش نقول لكم البنات ديروا لي ابوني اشتركوا في قناتي كومنتيو اعطيوني كامل واش تحبوا تشوفوا من عندي من جهة كل لخياطة مكياج وصفة طبيعية وصفة التنحيف اي حاجة اي حاجة اي حاجة احبيتوا تشوفوها من عندي عندي افكار كثيرة راني استعملها في حياتي الطبيعية وانشالله توالمكم ويكون عندك جمال طبيعي ونحبكم بزاف 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 وكيما توجد غنصيكم ابوني وابوني وابوني اشتركوا في القناة ديروا ليجام كومنتيو بارتاجيو الفيديو اللي راهم يعجبوكم من جهتي وانشالله تكملوا العيد بالخير وبصحة وهنا وتاكلوا الخرفان وتسمانوا حبكم بزاف سلام